طيب ننتقل إلى أو نعود إلى القاهرة وينضم إلينا النقد السينمائي خالد محمود سواء الخير يا أستاذ خالد أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة الأولى من صباح جديد على القاهرة الإخبارية السؤال المهم من وجهة نظري التوازي أو التوقيت إقامة كل هذه المهرجانات في وقت واحد تقريبا هل هو ميزة للثقافة للسينما العربية ولا الأفضل أن يتم اختيار مواعيد مختلفة بالنسبة لإقامة مثلها كذا مهرجانات سبع الخير أولا مبروك على القناة شكرا جديد أنا سعيد أن مع أول صواح في هذا البرنامج في هذه المنصة المهمة إقليميا حضرتك ترحت نقطة مهمة أنا بقدر ساعاتي بوجود عدد من المهرجانات اللي بيرجع بشكل طبيعي وبحضور جماهيري وبيبقى فيه زخم سينمائي أتمنى فعلا أنه يبقى فيه شوية تنصيق في المواعيد عشان كل الجماهير العربية والنقاط والسينمائيين يقدروا يتابعوا بشكل فعلا مريح كل فعاليات المهرجانات العربية وكل مهرجان يكون ليه كيانه ومعاده الخاص لكن يبدو أن احنا في شهر نوفمبر وديسمبر بنشوف زخم كبير من المهرجانات يعني بدأ كارتاج وده ليه هوية إفرقية أكتر إن شاء الله القاهرة حيبدأ يوم 13 مراكش حيبدأ يوم 11 البحر الأحمر حيبدأ يوم 1 ديسمبر لكن في الحقيقة وجود هذا الكامل من المهرجانات وترجع تاني بيبقى لها تأثير كبير على الحراك السينمائي العربي ومنصة مهمة لعرض الإنتاجات وإلى أي مدى وصلت السينما العربية اللي يعني بتبقى بجوار السينما العالمية ونجوم ونقاشات وحلاقات نقاشية كثيرة فهو صعب قوي إن احنا نقدر نزبط في الموعيد لأنه كمان المهرجانات دي مرتبطة بالمهرجانات العالمية زي كانوا برلين وفينيس من شهر 5 لشهر 8 لشهر 10 فبالتالي هي مضطرة لهذه الموعيد ربما يحصل نوع من التنصيق كمستقبلا لكن سعيد جدا بعورة هذه المهرجانات بشكلها الطبيعي بعد ما قضينا أكتر من سنتين متأثرين بأجواء كورونا احتفالية كبيرة سيشهدها مصر تفضلي فان صحيح سيد خالد كما ذكرت المنطقة العربية والعالم بأجمع تأثر بالجائحة الأخيرة ومما أثر على إقامة عدد كبير من المهرجانات المنطقة العربية بالتحديد تشهد كثير من هذه المهرجانات ومن أهمها مهرجان القاهرة الدولي في رأيك كيف يمكن أو هل لازلت هذه المهرجانات السينمائية لها نفس الدور الفعال كما كانت قبل عقود ماضية طبعا المهرجانات لها نفس الدور ونفس التأثير وأن كانت الزخم السينمائي هو اللي كان بيصنع هذا البريق للمهرجانات النجوم أيضا وتواجدهم وتفاعلهم مع الجماهير هو اللي كان بيصنع هذا الزخم للمهرجانات ولذلك أتمنى أن مهرجان القاهرة يشهد هذا الزخم مرة أخرى أعتقد أنه في الدورة الجديدة 44 السنة دي في مجموعة مهمة أو من الأفلام أتمنى أن الجمهور يتباحها مش بس أفلام على نطاق عربي ولكن على نطاق عالمي أيضا يعني في ظل أهمية مهرجان القاهرة بتكمن في أنه في مجموعة من الأفلام العالمية اللي عملت ردود أفعال كبيرة بتتعرض في قسم خارج المسابقة ودي اللي حازت على جواز مهرجانات كبرى وهتشكل وجبة سينمائية مهمة مع الوقت ومع الاستكرار ومع ما تشهدوا مصر من تطور كبير في المرحلة الأخيرة أعتقد أنها تبقى يعني منبر لنجوم العالم أن يأتوا من جديد ويبقى مهرجان القاهرة ماشي في خط متوازي ما بين مجموعة من نجوم العالم ومجموعة من الأفلام العالمية الكبيرة أنا كنت أتمنى مثلا حضور سبيل بيرج لأنه صاحب فيلم الافتتاح في بلمانس وبالفعل اتوجهت له دعوة بس هو بيصور فيلم وبالتالي يعني ظروفه مش هتسمح بالحضور لكن عندنا مخرج مجري كبير جدا في القاهرة مثلا زي بير لطار ده رئيس لجنة تحكيم وليه ورشة مستمرة أعتقد أن شباب السينمائين حيستفيدوا منها كتير وهو لتكلم كويس أوه في الحقيقة عن القاهرة أعتقد أنه نجوم العالم ومخرجيها لما بيبقوا موجودين في القاهرة بيبقى عندهم إحساس بمناخ مختلفة بأجواء مختلفة جذب كبير الفنين العالميين سواء المخرجين أو حتى الموثلين وغيرهم أمر مهم وأمر ضروري لحتى رواج مثل كذا مهرجانات ومهرجان القاهرة السينمية هو واحد من أقدم مهرجانات السينما في العالم وربما إن لم يكن هناك مهرجان آخر فهو الوحيد ربما هو الدولي في المنطقة العربية